بتأسف طبعا قبل اي حاجة عشان صوتي وجعني جدا وزور وجعني فبتأسف عموما يعني لو قلت كلمة غلط او لو كان فيه كلام مش واضح ولكن بس عشان تعبان بقلي فترة يعني من اللي معروف عن اوبو واحنا عارفينه يعني انها دايما بتقدم موبايلات اقتصادية مش مواصفات كويسة مقابل السعر اللي انت بتدفعه ولكن احنا النهاردة معانا موبايل جديد اقتصادي فهل ممكن تكون في حاجة تتغير والمواصفات تكون كويسة مقابل السعر اللي انت بتدفعه ولا في الفاضي خلينا نشوف يا اهلا بكم مشاهدين ومتابعين قناة موب بي سي احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف اوبو اي 17 هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف المميزات العيوب السعر كل حاجة حرفيا محتاج تعرفها عن الهاتف هنوضحها بالتفصيل ولكن قبل اي حاجة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرز ويلا بينا نبدأ الفيديو في مو بي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد طيب خلونا كالعادة نشوف التصميم والتصميم هنا الصراحة شكله مميز والحقيقة تقريبا مشوفناهش في هواتف قبل كده وشكله بسيط كده والوانه مطفية وفيه ناس بتحب الحاجات دي عموما زي ما بقول دايما حوار التصميم ده ازواء يعني ممكن يعجبني جدا وابقى مبهور به وممكن معجبكش خالص فهي حكاية ازواء خامات الظهر كلها بتيجي من البلاستيك خلونا نشوف الشاشة والشاشة هنا حجمها 56 من 100 بوصة بجودة HD بلاس وبدقة 1612 في 720 بيكسل مع معدل كسافة بيكسلات 269 بيكسل لكل انش والشاشة هنا نوعها IPS LCD ومعدل التحديث 60 هرتز الشاشة هنا كويسة على سعر وفاة الهاتف وتقريبا كل الشاشات اللي موجودين في نفس الفئة او في نفس السعر بيقدموا نفس الشاشة بنفس المواصفات فالشاشة هنا مفهاش كلام تقريبا وهي مناسبة حاليا بالنسبة لسعر وفاة الهاتف وهتاخد منها اداء مناسب على السعر اللي انت بتدفعه هنا الهاتف بيقدم لك معالج ميديا تيك هيلو جي 35 اللي بيجي بدقة تصنيع 12 نانو طيب اداء المعالج هنا كويس على سعر وفاة الهاتف ولا لا الصراحة لا يعني المعالج هنا هقولك هو اخر وهيماشي الدنيا تصفح واستخدام يومي والعب كمان زي باب جي ولكن طبعا على اقل اعدادات ممكنة ولكن على سعر الهاتف هو مش الافضل ولا الاقوى خالص فيه هواتف تانية بنفس السعر بتقدم معالجات اقوى من كده بكتير وده هنوضحه في المقارنة اللي في اخر الفيديو الجهاز بيجي بنسخة وحيدة وهي 64 جيجا مع 4 جيجا رام والهاتف هنا بيدعم تركيب كرت ميموري خارجي في منفذ مخصص اما بالنسبة للكاميرات فالهاتف هنا جايب اتنين كاميرا خلفية الاولى 50 ميجا بيكسل ودي الكاميرا الاسسية اما الكاميرا التانية فهي اتنين ميجا بيكسل ودي العمل العزل والكاميرا الخلفية هنا تقدر صور بيها فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في السانية اما بالنسبة للكاميرا الامامية فهي بتيجي 5 ميجا بيكسل بطارية الهاتف هنا جايب حجم 5000 ميلا امبير بطارية كويسة وهتاخد منها اداء كويس بس للأسف الموبايل هنا مش بيدعم الشحن السريع وده يعتبر عيب شوية على سعر الهاتف الموبايل هتطلعه من القلبة باندرويدو 12 الهاتف مش بيدعمين افسي الهاتف بيدعم منفذ السماعات منفذ الشحن بيجي من نوع ميكرو يو اس بي سماعات الجهاز لها تدعم الاستيريو الوان الجهاز هما الازرق والاسود والهاتف هنا بيدعم البصمة وموجودة في زرار الباور ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لإسم الموبايل اللي انت عايزه وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة وقبل ما اخش عن مميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب بالنسبة لمميزات الهاتف فالشاشة نقدر نقول انها مناسبة على سعر الهاتف برضو البطارية كويسة اما بالنسبة للعيوب فالمعالج مش الاقوى خالص على سعر وفاة الهاتف برضو في الفاة دي كان لازم يكون الهاتف بيدعم شحن السريع ولو بسرعة قليلة منفذ الشحن بتاع الهاتف كنا نتمنى لو كان جايب منفذ الشحن الجديد اللي هو طايب سي طيب خلونا دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف نعرف سعر الهاتف ولكن خد بالك ان السعر في مصر وفيه السعودية مجرد اسعار احنا متوقعينها لان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية الهاتف تم اطلاقه فيه ماليزيا بسعر 130 دولار اما السعر اللي احنا متوقعينه للهاتف فيه مصر 4000 جنيه السعر المتوقع فيه السعودية 760 ريال كده تمام قوي ولكن هي افضل منافس للهاتف ده في نفس سعره او في نفس فقته السعرية عندنا هاتف شاومي ريدمي 10C الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف اوبو ايه 17 قبل ما ابتدي اعمل مقارنة بين الجهازين احب بقولك ان احنا هنا في قناة مو بي سي عملنا مراجعة لهاتف شاومي ريدمي 10C لو انت حابب تشوف المراجعة هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي خلونا اول حاجة نقارل المعالجات وهنا اوبو بيجي بمعالج ميديا تيك هلو جي 35 وشاومي بيجي بمعالج سناب درجو 680 وهنا معالج شاومي بيتفوق الجهازين بيجي بنفس الشاشة تقريبا IPS LCD بجودة HD بلس ومعدل تحديث 60 هرتز وهنا الاتنين زي بعض هنا برضو الجهازين بيجي بنفس حجم البطارية 5000 ميلا امبير وهنا الاتنين زي بعض بالنسبة للشحن السريع فاوبو مش بيدعم الشحن السريع والشاومي بيدعم شحن السريع بكوة 18 وط وهنا الشاومي بتتفوق خلاص خلونا دلوقتي نشوف الفرقة بين الجهازين في الاسعار ولكن خد بالك ان سعر اوبو ده سعر متوقع زي ما قلت قبل كده لانه لسه منزلش مصر انما سعر شاومي ده السعر الرسمي لانه نزل مصر بالفعل سعر اوبو المتوقع نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 4000 جنيه سعر شاومي الرسمي نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 4600 جنيه من خلال الموقع مو بي سي هتقدر تشوف موصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارب من الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم كل اللي عليك هتكتب مو بي سي في جوجل وتخش الدور علي انت محتاجه وفي نهاية الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمله مراجعة اكتب اسمه في التعليقات وكمان استني اراك في هاتف اوبو اي 17 واتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة اشتركوا في القناة